حدثنا أبو النضر حدثنا شيبان عن عاصمين عن أبي رزيء عن عمري ابني أم مكتومين قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كنت ضريرا شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي قال أتسمع النداء قال قلت نعم قال ما أجد لك رخصة حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلمين حدثنا الحسين عن عبد الله بن شدادي بن الهادي عن أبن أم مكتومين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فرأى في القوم رقة فقال إلا أني لا أهم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج فلا أقدر على أنساء يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه فقال ابن أم مكتومين يا رسول الله إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا ولا أقدر على قائد كل ساعة أيسعني أن أصلي في بيتي قال أتسمع الإقامة قال نعم قال فأتها اشتركوا في القناة